أعوذ بله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقضى بحسبان من نجمه الشهر يسكدان والسماء أغرها ووضع الميسان ألا تضغوا في الميسان وأقيموا المسن بالقصد ولا تخسروا الميسان والأرض ضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحمب العشر والغيحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخر وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرش المحوين يلتقيان بينه وبرزق الله يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما اللؤل والمغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله النور المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسألهم في السماء والأرض كل يوم هو في شاء فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفره لكم من يبهى الثقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا معش والدن والإنس استطعتم أن تنفروا من أكبر السماء والأرض فنفروا لا تنفروا إلا بسرطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يُرسل عليكم أشواه من النار ونحاسم فلا تنتصرون فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإنما شرقت السماء فكانت غرضة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يُسأل عن غنبه إنسوا ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يُعرف المجرمون بسماهم فيأخذوا من نراص والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يُكذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولبن خوف مرقبه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان نباتا أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متقئين على فرش وطائلها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان كأنهن اللاعوت والموجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ومن ذبح وطائلها من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدهى آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان في دماء فاديتهم ونخرهم ورمان فليأي أعلى لا ينفق ما تغذبان في دماء خرورة الحزان فليأي أعلى لا ينفق ما تغذبان حول مقصورة موت الخيام فليأي أعلى لا ينفق ما تغذبان لا ينفق ما ينفق ما قبلهم ولا جان فليأي أعلى لا ينفق ما تغذبان متكئين على وقف الخضرون وعنقررين حسان فليأي أعلى لا ينفق ما تغذبان أبقى أعلى لا ينفق ما تغذبان صلو الله ترجمة نانسي قنقر